شو بالنسبة للمكاتب الصحية مجلس الأمة كلفنا كلجنا للتعقيق في التجاوزات في المكاتب الصحية وبالفعل احنا طبعا قمنا بزيارة للمكاتب الصحية سواء في لندن أو فرنسا أو ألمانيا وكذلك أمريكا عملنا جميع التعقات في المكاتب الصحية الآن جهزنا التقرير جاهز حاليا بس لازم نأخذ تمديد مجلس الأمة للتصويت على التقرير لأن فترة اللجنة انتهت حاليا وقدم رئيس اللجنة الرسالة لتمديد وستعرض في جلسة يوم الثلاثة طبعا حققنا في المكاتب الصحية في مخالفات لكن أكثر المخالفات كانت في مكتب ألمانيا حسب ما وردنا كذلك من دوال المحاسبة لأن دوال المحاسبة لما اجتمعنا معهم بلغنا الدوان أنه في 658 مليون يورو هذه مبالغ مفقودة في مكتب الصحي في ألمانيا كم؟ 658 مليون يورو هذا طبعا دوال المحاسبة لما اجتمعنا معهم في اللجنة بلغونا أنه كدوال المحاسبة لما دققنا في جميع المكاتب الصحية اتضح لدى الديوان المحاسبة بأنه مكتب ألمانيا في 658 مليون يورو هذه مفقودة وبالفعل احنا رحنا حققنا في مكتب ألمانيا طبعا لما رحنا لمكتب ألمانيا احنا في لجان التحقيق في مجلس الأمة يكون لجان مسجلة يكون مسجلة طبعا عشان تحفظ التحقيق ويكون كذلك لدلة موجودة في التحقيق لما كنا في ألمانيا طلبنا أن تكون كذلك التحقيق مسجل نسجلونا يسجل التحقيق اعترض في وقتها طبعا اسام الشاهين قال لا ما نبيه التحقيق لكن اخذناها بالتصويت وصوتنا وسجلنا التحقيق في ألمانيا وكذلك حتى المكاتب الصحية الأخرى